كيف يعمل الجهاز العصبي؟ قد يبدو الجهاز العصبي صغيراً ومتشابكاً ولكنه يؤدي ثلاثة وظائف مهمة جمع المعلومات وتفسيرها وإرسال الأوامر للجسم استناداً إلى تلك المعلومات يجمع الجهاز العصبي معلومات عما يحدث داخل جسمك وخارجه ويرسل هذه المعلومات إلى الموقع وتسمى هذه بالمدخلات الحسية تأتي الكثير من هذه المعلومات من الأعضاء الحسية كالعينين والأذنين والأنف واللسين وحتى الجلد على سبيل المثال تلتقط أذن سارة الموجات الصوتية الصادرة عن فم كلبتها دوليتشي ترسل الأعصاب في أذنيها رسائلة إلى مخها وتسمى هذه بالمدخلات الحسية ولكن في الحقيقة فإن سارة لا تسمع نبحة من دوليتشي حتى يؤدي مخها وظيفة الجهاز العصبي الثانية إنه يفسر الرسائل المدخلات الحسية فكروا في كلمة الحواس أتت الرسالة من إحدى الحواس السمع يبدأ المخ الآن الوظيفة الثالثة حيث يرسل رسالة إلى الجسم بما يجب أن يفعله تسمى الرسائل المرسلة من المخ بالمدخلات الحركية فكروا في كلمة حركية مشتق من حركة وهكذا تسرع سارة لتخرج دوليتشي المسكينة يعدل المخ الرسائل التي يتلقاها من النبضات التي توصلها الأعصاب حيث يمكنك فهمها حين تأتي رسالة إلى المخ من أي مكان في الجسم يخبر المخ الجسم كيف يستجيب بعض ردود الأفعال سريعة لدرجة أنك لا تفكر فيها وتسمى ردود الفعل المنعكسة وهناك رسائل أخرى وردود أفعال لا نعيها أصلاً تنقل هذه الرسائل من وإلى المخ تلقائياً مثل إشارات التنفس وهضم الطعام الذي نتناوله